سيقول لسيادتك حاجة أولا ليه أنا بقول لك فعلا لازم نشتغل على تغليز العقوبات أكتر وأكتر على مسألة تهريب الأثار خارج البلاد من قبل ما يتعمل قانون عملي وفعلي وحقيقي لمسألة الحفاظ على الأثار وعدم الإتجار فيها هي كانت مسألة مرحلية جدا يعني مرت بمراحل كتير لحد سنة 1984 حظراً تاماً في القانون إنه يتم تجارة الآثار بأي شكل من الأشكال لأنه في النهاية خالص ده جزء من قرثك الحضاري ملك ليك والأجيال الكثيرة القادمة اللي يعلمها عند ربنا واحد حلو كده بس قبل ما يبقى في قوانين تحافظ على الآثار خد بالك تحافظ دي أهم ثم قوانين أخرى تنظم في مرحلة سابقة أيام العهد الملك من تجارة الآثار داخلياً وتطورة القوانين بعد 52 علشان نصل إلى الحيلولة التامة لتجارة الآثار وخروجها خارج البلاد كان من أيام خد بالك من أيام صلاح الدين الأيوبي بيتم التعامل مع الآثار لأنها شوية حجارة ها فالألعة اللي تعاملت دي البعض يذهب إلى أنه جانب من هذه الأحجار الضخمة اللي تم استخدامها في بناء الألعة من عند الهرم عشان بس أنت تفهم كان بيتم التعامل إزاي صالح الدين بقمته التاريخية إلاخ 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 كيفما طرها في النهاية وبالنسبة له هي شوية حجارة بتاعت ناس في وجهة نظره وسنيين ولا وسنيين ولا حاجة موحدين منذ أن بدأنا على هذه الأرض مصر كمت؟ ده بجد يعني ولأنها في ذلك حديث لن يطول كثيراً ولكنه واضح جداً يعني وبأدلة ذهاباً إلى محمد علي نزل بالبراشوت حاكم البلدي فكان بيهادي يعني مثلاً واحد يداله ساعة فرح محمد علي مديله مسلة المسلة اللي في كونكود في فرنسا عادي مش بتاعته أصلاً يعني ده رجل جاي من ألبانيا يعني موضوع تاني خالص وهكذا المماليك نفسهم كانوا ساعات كتير جداً ياخدوا قطع من الأحجار وقطع من مقابر مصرية قديمة ياخدوا يعملوا بها عتب يعني حاجات والله ما بكلمك بجد أنا مش بهزر أنا بكلم بجد كلام حقيقي يعني ولهذا في حاجات كتير جداً طمسط ما تعرفش عنها حاجة ما تعرفش عنها حاجة اختفت اختفت لأنه تم استخدامها أو تدورها سميها زي ما تسميها في إنشاء مباني تانية ده وكالة ده سبيل ده مش عارف جامع فلان حاجات زي كده ألعى تجيله ساعة يديهم مسلة أقاو 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 يعني عشان كده مسألة الحفاظ على ميراثك ما هياش هزار ما هياش هزار فتغليز العقوبة أظن واجب وواجب وطني